أفادت مصادر في الجيش العراقي بمقتل أربعة من عناصر تنظيم الدولة الإسلامية وإصابة خامس بجروح في غارة لطيران التحالف الدولي على مواقع لتنظيم غربية مدينة كاركوك شمالية بغداد وأضحت المصادر بأن طيران التحالف استهدف مواقع لتنظيم الدولة الإسلامية في ناحية الزاب ومرتفع قراج غربية كاركوك والتي تخضع لسيطرة التنظيم منذ حزيران يونيو سنة 2014